ما بده اتنين يحكوا فيه من قطيب الابتالز ممكن ينزلوا بحياله مطعم خلينا شوف كيف نعمله منبلش بالبصل اكدوا من نوعيه البصل اول شي ما تكون عم تفرخ من جوا منقصه بهذا الشكل نفتحه اول طبقه ننكبه منشيل الثانيه واللي بعده واللي بعده نرجع للغشاء اللي جوا منشيله من قلب البصل لانه هيدا بيوقف لطحين من انه يعشق مع البصل قبل القلب منخلص من البصل بدنا نحضر المزيج اللي بدنا نغط في البصل قبل ما نقليه منحط كوب من الطحين بيرجع من ملعة صغيرة من باكين فاودر ملعة صغيرة من بودرة توم ملعة كبيرة من البابريكا وملعة كبيرة من الزيت النباتة نرجع منزيد مي تقريبا بين الكوب والكوب ونصف منبلش بالكوب منخلط لخطيط لعنا الكوين اللي احنا بدنا نييته من بعد ما نكون خلصنا هالمزيج منجيب وعاء مثل هيدا منخلطه فيه على جنب منرجع منجيب حين المزيج اللي حضرناه والخبز او الكعك المجفف او الكعك المجفف انا كان عندي باندومي كان له يومين شلت منه اطرافه حطيته بالمكسر وقت اصار مثل فوتاة صغيرة حطيته بصاينية وبالفرن لحت النشف هلا عنا هولة ثلاث مزيج منحط اول شي الانين رنك منلده بالطحين بهيدا الشكل مننفض قدمة فينا للزيادة منحطه بالمزيج اللي حضرناه كمين بهيدا الشكل مناخده بغري على الكعك بهيدا الشكل منخلي الكعك كله يغلفه من ميلة بره منشيله منحطه على جنب بهيدا الشكل من بعده مناخدهم مثل ما هنه على الزيت حامل بعد ثلاث تقايق منشيله مثل ما هنه بشوفوا هاللون الدهابة بس شوفوا هالتكستشور على هالانين رنكز منخليهم مثل ما هنه رشة ملح هنه وصغمين من فوق وهيك بكونوا خلصوا بعدها بغري على الصحم ما منضيع وقت لانه هول ما بيتاكلوا غير صخمين وقت تعملوا هاي الطريقه من الانين رنكز مش رح تعملوا غيرا اشتركوا في القناة